تمكنت قوات الجيش من دحر ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران من مواقع مهمة في جبهة المجح في الأطراف الغربية لمحافظة مارب وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل شنت هجوما عكسيا تمكنت خلاله من دحر ميليشيات الحوثي من مواقع استراتيجية في جبهة المجح وأجبارها على الفرار موضحا أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتل وجرح في صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير عربات تابعة لها ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطرقت الميليشيات الحوثية وفي جبهة الكسارة أحبطت قوات الجيش هجوم للميليشيات الحوثية وأجبرت على التراجع بعد تكبيدها قتل وجرح في صفوفها بالتزامن استهدفت مدفعية جيش تعزات للميليشيات في الجبهة ذاتها مما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها ومصرع كل من كان على متنها نقول لكل إنسان عائش مظلوم تحت صيدرة الحوثي أو في المناطق التي يصيدر عليها الحوثي ابشروا إن شاء الله فنحن قادمون نحن لا ندافع عن مارب وليست غايتنا الدفاع عن مارب نحن ندافع عن كرامة وعزة وشرف كل إنسان يمني حر في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل سوف تكون وجهتنا صنعاء وكذلك تحرير كل شبر من هذه البلاد الطيبة ومن هذه التربة الطاهرة نحن لا نقاتل أو نحارب مليشيات الحوثي فقط لأنهم ليسوا شيء ولكن نحن نحارب المشروع الإيراني المشروع الشيعي الذي يريد هد وتدمير الوطن العربي بل ودين الإسلام أيضا فإن شاء الله نحن سنقف في وجه هذا المشروع وسيذكر التاريخ وسيذكر العرب أننا نقاتل بالنيابة عن العرب بشكل عام نحن في يوم 26 أربعة في جبهة الكسارة التي كسرت رؤوس المليشيات فوالله لن ينالوها ولن ينالوا من اليمن شبرا واحدا فنقول لهم انزلوا ولن ترجعوا إلى صناديق ولن ترجعوا إلا أشلاء والله الحمد لله المعنوية تعالي بفضل الله ثم الرجال الصادقين المقاتلين والعدو والله خسائر خسائر لم نراها من قبل والله نرسل رسالة للحوثيين والآباء وأمهات الذين يرسلون أبنائهم إلى المحرقة نقول لهم مارب يعني محرقة وننصح كل أب وكل حوثي أن يعني أن يحافظوا على أبنائهم وعلى أخوانهم نقول لهم والله نحن ثابتون ثبوت الجبال والله لو لم يبقى إلا هذه الحجارة لقاتلناهم بها ونقول الحوثيين مرارا وتكرارا من ثقل عليه رأسه فلينزل مارب ونحن سنخفف عنه ذلك الحمل